بالبداية خلينا نعرف أكتر عن هذا المشروع مشروع سنابل شو هي الأنشطة اللي بتم تنفيذها وتقديمها وأيضا الخدمات هلا بداية جمعية محطة ضامن النساء هي منظمة مجتمع مدني نسوي حقوقية بتعتني بكافة القضايا اللي تعنى بالنساء جزء منها ما يتعلق بالجانب الاقتصادي لأنه زي ما لكل مدرك الأهمية للبعدة الاقتصادي في تحسين حياة المرأة حياة أسرتها وأيضا إضافة مهمة جدا للمجتمع المشروع سنابل هو أحد المشاريع يمكن احنا سمناه سنابل 2 بس عنا سنابل 1 و 2 و 3 وأيثن كن فيه 4 يعني بمرحلة قريبة وبالتالي هذه المشاريع احنا سمناها سنابل لأنه يعني تمكين المرأة اقتصاديا هو أشبه بالسنبلة هي عطائها يعني بيعم على كل اللي في محيطها المشروع بيهتم بتقديم كل أشكال الدعم لتمكين النساء من الناحية الاقتصادية سواء في الجانب المعرفي يعني ما يتعلق بالتشريعات بناء القدرات مهارات الحياة الأساسية كل ما يتعلق في البعد الاقتصادي وفي جزء أو مرحل من مرحل المشروع تم تزويدهم بمنح منحة بين قوسين وليس قرض اللي هو قيمته بحدود ثلاث ألف دينار توتالي كانوا المشاريع بتحدثوا عن خمس واربعين ألف دينار قدمت لخمس وعشرين مشروع المشاريع هذه مختلفة جزء منها ربما يعني تقليدي ولكن في جزء هو غير تقليدي بالمطلق بمعنى هي مجالة عمل للرجال هلأ بس هون نقطة كتير مهمة أستاذي عامل التوقف عندها وهي فكرة الدعم المقدم اليوم هي منحة وليس قرض وهذا يعني أن المرأة غير مطالبة أن ترجع القرض وإنما هذه منحة يتم الإشراف من قبلكم لحتى تعرفوا كيف عم تنصرف هذه الملحة وكمان لحتى ترشدوها لكل الأمور اللي هي محتاجة تعرفها صحيح هلأ شوفوا الفرق بين القرض والمنحة أنه زي ما حكيت حضرتك المنحة هي غير مستردة وبالتالي هذا اللودن نفسي والالتزام أنه أنا بدي أعيد هذا المبلغ على دفعات وفوائد أصلا موضوع قصة الغارمات كله بالأردن قائم من إيش من قروض ما كانتش حقيقي هي ميسرة من قروض كانت بترتب التزامات كبيرة على النساء من ضعف الضمانات اللي موجودة عند النساء للوفاء بهذه الديون وبالتالي في النهاية جزء كبير منهم أصبحوا ملاحقاتهم مطلوبات نعم فكرة المنحة بتحررها من الضغط النفسي من الضغط الاقتصادي من حالة القلق بتتحرك بأريحية وبالتالي هذا بدون عكس على أدائها نهاية ميزة هذا المشروع أنه هو غير مسترد لكن مش معناه أنت بتعطي المنحة وبعدين هي تتصرف فيه يعني بدون إشراف بدون متابعة أصلا قبل تقديم المنح كان فيه سلسلة من التدريبات على مجموعة من المهارات سواء الجانب اللي له علاقة بالتأهيل المهني يعني كل حدا حسب المجال اللي اختاره والشق الآخر له علاقة من يعني كيفية التسويق للتعامل مع المشكلات لمسك الدفاتر المحاسبية لكل ما يتعلق بإدار المشروع ناجح نعم بتمتمكين المرأة حتى تكون قادر إنها تدير المشروع اللي موجودة صحيح نعم بدنا نتابع مع بعض فيديو وهذا الفيديو عم بشرح لنا عن أحد الحالات اللي تم مساعدتها من خلال مشروع سنابر خليني نتابع سوا تمام بشتغل على تدريب حرف يدوية كنت في بدايتي كنت أشتغل على الصابون الشموع صناعة العطور فكان عندي هواية أشتغل على أكثر مهمة هنا فتعرضت زوجي لحادث سير سنة 2003 صار ما هي حادث سير فانجبرت أجلس بالدار أكثر من سنة وإشي بعد السنة هيئة زوجتي إنها تشتغل هيئة زوجتي إنها تمر في الحياة بشخصيتها الاعتيادية ولكن الاستقلالية زوجي ساعدني بهذه الشغلة فإنه كان هو موافق إن أروح أتدرب شو مهن وأروح إنه أعبر عن ذاتي وأشتغل وأساعده في الدخل كانت تجربتي الأولى مع الراتان خيوة الراتان كان الرجل نفسه اللي ببيع الراتان ما هم مشعار شو المادة هاي فأسسنا جمعية كان حلمي إن أدرب سيدات أكثر لأنه هاي ما في مهن بالمهنة هاي يشتغلوا معاي سيدات فأنا بحاجة لأيدي عاملة فجبنا سيدات دربناهم على هاي المهنة فهذا الإشي أثر فينا وساعدنا إنه نستوعب الفكرة أكتر وتحدينا تحدينا التنمر اللي صار علينا إنه أنتوا سيدات رح تقدروا يتعملوا رح تقدر يشتغلوا التضامن كمان أطورت لي المشروع بشكل كبير جبت المواد حصلت عليها اللي كان حلمي إني أجيبهم فأهلوني في دورة للتصوير لما أخذت دورة التصوير مع محط تضامن النساء صرت أطلع القطعة الكبيرة باحترافية فصار تسويق أكثر على منتجاتي فهاي كانت إنه من المحط طماما من النساء أعطاني فرصة إنه كيف أظهر منتجاتي للسوق علمونا كيف إدارة المشاريع فالآن إنه أنا رح أنطلق إنه أدرب سيدات أكبر لسوق العمل بحب أوجه رسالة لكل ست المرأة لما يكون عندها طموح ودافع المرأة بتعطي أكثر بس لازم بتعطي فرصة لنفسها إذا أعطت فرصة لنفسها ونجحت بتنجح أسرتها تنجح بيتها تنجح مجتمعها فلازم كل ست بيت تكون عندها دافع وطموح وتبلش من نفسها وتنخرط بالمجتمع وتساعد نفسها وتساعد أسرتها وتساعد مجتمعها أهدي كتابي وبحثي هذا إلى جمعية العزو للتنمية الاجتماعية والمؤسسات التدريب المهني ولوطني الغالي ولكل باحث وباحث عن التميز والإبداع في مجال العمل المهني معاً نبني مجتمع ريادي وحرفة مهنية متميزة وأسأل الله التوفيق لي ولكم رائع رائع يعني يعطيهم ألف عافية وفعلياً زي ما حضرتك تفضلت كمان الزوج كان داعم وواضح هذا الأمر ولقاله هو بالنهاية إحنا نحتاج للمجتمع كامل يدعم وجود المرأة ودعمها اقتصادياً وفي دراسة لإلكم خلال هذا العام لتضامن أطلقتوا فيها أنه نسبة الجرائم ضد النساء والعنف الأسري ازداد بنسبة 94% هذا رقم كثير بخوف مرعب وهذا ممكن يوقف كتحدي كبير أمام وجود المرأة في الحياة العملية اقتصادياً وبعملها وشغلها وخروجها من المنزل هذا هو بيان صدر في نهاية العام 2022 هو تجميعي بنسميه بيان تجميعي رصد كل جرائم العنف لكن صلت وضوء على جرائم قتل النساء في إطار الأسرة فلما تحكي أنت على 94% يعني قربنا نكون 100% وهذا مرعب وكلنا السنة اللي فاتت كنا نصحة بين فترة وفترة على جريمة بتهز أركان الدنيا وبشاعة الجرائم العنف الأسري أنها بتتم في إطار الأسرة نعم في الوقت اللي أنت بتسعي بكل الطرق أنه تخلي هذا المكان هو الأكثر أمان هو الأكثر يعني حماية إلها وبتحول هذا المكان لمكان عنف يصل حد القتل يعني القصص الشارع الأردنة حافظها لأنه الكل تداولها طبعاً العنف اللي بتتعرض له النساء في أي مجال من المنجلات هو عائق كبير وتحدي لكل حياتها بما في الجانب الاقتصادي المرأة المعنفة اللي مقهورة بحياتها المقيدة اللي بتعرفش تحكم أو تأخذ قرار بتفاصيل حياتها اليومية اللي مرهونة للآخر بكل هاي التفاصيل هي على الأكيد أنه ما يتعلق بالجانب الاقتصادي حتى لو كان عندها مشروع حتى لو مكنتها وقطتها مشروع هي رح يكون عندها مشكلة بإدارته نعم أنت بكل قواك الفكرية والذهنية ومرتاح ومعك وسائل دعم عديدة وأسرتك معك وفي ظل هذه الظروف العامة بتلاقي في صعوبة فكيف لما بتكون هي عرضة للعنف العنف الاقتصادي ليس فقط أنه نسبة بطالة الإناث هي نسبة عالية جداً أو في عندهم فجوب الأجور أو الضعفة للتأمينات والضمانات الاجتماعية اللي تقدم لهم العنف يعني اللي بيأثر على الجانب الاقتصادي جزء منها فجوبة الأجور وشبكة المواصلات طبقاً اللي ممكن تكون مش متاحة الأجور لحد الأدنى اللي هي 270 دينار نعم إذا هي بتدفع 100 دينار للحضانة وبعدها 150 دينار عشان تروحوا تيجي هذا إذا يعني زبط معها وبالتالي رح فيه جزء منهم بتسربوا تسربوا من سوق العمل جزء منهم لا يجرؤوا على دخول سوق العمل للأسباب العديدة وهي تحدثت سيدة وحكت كنا نتعرض للتنمر التنمر لأنه رحوا على لاين شوية هو يعني للرجال الأكثر لكن هي كانت محظوظة أنه أبناء هاتنين جامعيين هم شباب يعني محترمين ومساندين هم يدركوا أهمية دور أمهم لأنه هي بتساندهم بمعيشتهم ولديها زوج أيضاً كان دوره جيد لأنه لما عملنا البازار ولما هي دخلت مصابقة لما فازت من مشروعه هو كان موجود محا كل الأيام وبالتالي المرأة عشان تنجح بأي مسار من المسارات هي بتحتاج لتضامنه الكل ليس فقط البناء التشريعي نحن نعدل القانون لا هي تبلش من البيت طبعاً المساواة والاحترام والتقوي والتمكين يبدأ من الأسرة ومن ثم بتكملوا بقية الأطر نعم ذكرتي من خلال حديثك بأنه المشاريع كانت مختلفة للسيدات اللي شاركوا من خلال هذا المشروع مشروع سنابل اليوم أدي مهم موضوع أنه حتى لو كان المشروع بسيط حتى لو كان المشروع يمكن فيه منه ولكن كل سيدة أكيد في عندها جهد رح تحطه بهذا المشروع ورح يساعدها فأدي هذا الموضوع عم بيأثر على الأسرة وبدعمها وبيكون بالفعل السيدة عم بتكون سند لعائلتها من خلال هاي هلا شوفي المشروع هو مساهمة المرأة الاقتصادية مساهمة مش ترفية طبعا ومش واحدة بتعبي وقت فراغها طبعا هو إحنا كنا محظوظين أنه في منظمة دينماركية لهم الـ RDPB هما منظمة أتاحت إنا أنه ننفذ هذا المشروع ونوصل لعدد كبير من النساء والمشروع تطبق فيه أربع محافظات بالمناسبة أو خمسة I think أتحونا فرصة أنه يكون هو منحة وليس قرض وهذا كان جيد تمكين النساء اقتصاديا هو عامل أساسي بدعم المرأة وبدعم أسرتها وبدعم عائلتها وفي التالي بيصب في الدخل القومي هلا حكيت حضرتك أنه هو في مشاريع تقليدية آه في مشاريع تقليدية بس لكل امرأة بصمتها يعني الأخت الميسر هي راحت على مجال شوية مختلف بس في نساء راهوا على مشاريع تقليدية يعني أنا بذكر واحدة منهم بالمفرق وصبية ثانية محابة كالوريوس فتحت عملة منحلة المبلغ اللي أخذته من الجمعية عملت فيه مجموعة بيوت للنحل وبالتالي هذا كان جزء أساسي كانت تقول ما رح استنى لما يطلع لي تعيين أو يزبط معي بالعكس هي بتشتغل من دخل يبادر تبرابو وشغلت أسرتها شغلت جاراتها معها وبالتالي له كل مشروع بغض النظر تقليدي أو غير تقليدي له علاقة بخلق فرصة بخلق فرصة وفرصة لآخرين ونجاحه باعتمد على قديش هي تقدم منتج منافس قديش عندها قدرة أنه هي تسوق بشكل جيد والآخرين يؤمنوا فيها ويدعموا وفيه احتياج حقيقي بالسوء لهذا المنتج أو لهذه الخدمة لازم يكون ناجم عن دراسة صحيح يعني أي مشروع أنت بتعمل دراسة وبتشوف جدوى الاقتصادية شكرا جزيلا لإلك أستاذي أنعام وإحنا دائما رح نظلنا متواصلين معاكم ونعرض أيضا قصص نجاح لسيدات أخرى شكرا جزيلا أهلا وسهلا شكرا لإلكم